اشتركوا في القناة الفيفا يا ابن عمي يا والسنة وموقع الفيفا وكي ان واحد يبدع لبركم رم يخدموا بكم ودرد يخترى فيديو بلا ما نهضر على كل حال كل واحد يدبر راسه على كل حال تصنيف الفيفا راهو خرج اليوم لي باقي يقع خروطه هاقدر خوتي تصنيف الفيفا كي ماركوا تشوفوا اللي هنا اه لولا بلجيكا هدي عندها وحدة تلت سنين لا اربعة سنين لا خمس سنين لا سنين لا سبعة سنين في المرتبة الاولى ما حبتش قا تتحرك مادة لاكوب دورو مادة لاكوب ديمون ما فهمتش هنا البرازل راه في المرتبة التانية الانجليز راه في المرتبة التالية فرنسا في المرتبة الرابعة ايطاليا اللي ربحت لاكوب دورو لا ح siebie عندها بعد يعني ما فهمنا ش حنا تصنيف مش اغلال الجزائر ما فهمنا ش يجب ايطاليا عندها شحيل عندها ثلاثين وثلاثين ثمني واحد ثلاثين مباردون هزي ما الله اعلم وربحها لكم دوروب وفرنسا رهي خير منها تشوف انت باريزومبل بلجيكا خير منها بلجيكا مدات والو يا خوتي ما مداتش مداتش ما تحير على كل حال بول امر لي حيرني السينيقال رهي في المرتبة العشرين السينيقال رهي السينيقال رهي في المرتبة العشرين السينيقال رهي في المرتبة العشرين تونس رهي في هذا العالمية تونس رهي في المرتبة الربعة وعشرين الجزائر لم تتحرك من مكانها دو كنحكوه ثانيك عن المباراة اللي رمجاي لان حتى المباراة تعبوركي نافاسو نسمع بزاف واحد الهضارات اللي يقول لك تسمى ماتش باراج هادا قواماتش النهائي بوربيركا ضد بوركي نافاسو كأنهم يعلمون الغيب يا خوتي على بالهم قاعد يماش وراهم يجزموا بلي هذيك يا المباراة يعني الروتور عندنا في الجزائر هذيك يا اللي يتحسم ويم ممكن هي اللي يتحسم بصح كاين واحد الجزم غير معقول يعني دخلوه في الموضوع ونحكوه على التواريخ تعلم مباراة تعلمت تاخب بالجزائر الجزائر في المرتبة الثلاثين ربحنا مباراة وزتعادلنا في مباراة يعني لو كان تخسر تهضب تربح تريح في بلاستي كان مفهم كنا يا المغربة راي في المرتبة الثلاثة وثلاثين نيجيريا راي في المرتبة الثلاثين هات صريف انا يا خوتي والله ما فهمته التصنيف العربي او التصنيف تعالى فريق السينيقال راي في المرتبة الاولى افريقيا تونس في المرتبة الثانية افريقيا والجزائر في المرتبة الثالثة افريقيا والمغرب في المرتبة الرابعة ونيجيريا في المرتبة الخامسة ما فهمت أنا يا بوم شغل على الجزائرة وش تطل يعني التصنيف تعالفيفا كان لي معلبه ليش أنا كيفاش يدير التنقية حتى بالماضي كان لي حبي يقول لك نونس ما هي هكا هي بالماضي اللي حياته قع كورت قادم سواء كان لعبه وكان مدرب قال لك لازم تجيب علم الفيزياء علم الفالك ما نعرف اللي يفهمه التصنيف تعهم والتنقيطة تعهم هذا يا ما فهمناش يا خوتي الماريكان 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 غيركي ما بدأت تلعب كورت قادم خو الماريكان غيركي ما بدأت تلعب كورت قادم تضرب تلقاه راي في المرتبة الحداش ولا في المرتبة طماش خير من الجزائر وقت هاش لعبت كورت قادم اللي يقول لك باللي الجزائر بدأت اللي يقول لك يحسموا مزمان ولا من اللي بدأت الكورة وتنقيطة على المنتخبات الماريكان غيركي ما بدأت كيفاش طلعت في التنقيط هذا ما فهمناش تتفاصل بوم خوتي نهضرو في الموضوع التعليقي بناصيونال في المباراة اللي يراهم جايين عندنا مباراة ستة في عشرة في الشهر الجاي في الجزائر ضد النيجر وعندنا ماتش الروتور آلي روتور شهر الجاي عندنا ماتش آلي روتور مع النيجر هاكدا خوتي لولاني للأبو في الجزائر لسيس اكتوبر ودوزيام روحول نيجر لديس ديس اكتوبر هاكدا نوفمبر 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 عندنا ماتش نوفمبر عندنا ماتش روحول عندهم تعادل مع بوركي نافاسو يغفينا ولكن النقطة اللي حبي تنقول فيها انا يا كينسمع بزاف حتى في التلفزيون الجزائري يقول لك المباراة النهائية هي الحاسيمة انتش بوركي نافاسو تقدر تخسر ما تقدرش هادي كورت قادم على حكينا هضروعي الجزائر نقولوا نربحوهم قاعد تقولوا هادي كورت قادم ما تقدرش تحصي وحنا رغم هكدا كنا نقولوا اني هادي كورت قادم ما تقدرش قاعد تضرب لها الحسابات بس احكي جات بوركي نافاسو نوف بوركي نافاسو مشي كورت قادم تربحهم قاعد لي ماتش اللي رام جايد يعني ما رحش تخسر مئة بالمئة كأننا عالمين الغير بس بانورمال هادي كورت قادم نتاية وسمها ااا تقدر بوركي نافاسو تخسر ضد ضد جيبوتي اللي ربحناهم احنا تقدر تخسر تقدر تقدر تدير معهم ما تشتاع تقدر تدير معاها وسمه جيبوتي ومعا وسمها مع النيجر تقدر تخسر في الماتش ما تقدرش تحصي ما تقدر ولكن الانسان ما تقدرش يعني تقدر تقول تربح تقدر تقول تخسر والجزائر تاني كنفس الشيء المباراة الحاسمة هي في الجزائر ممكن تكون ولكن مشي انا شدت باللي الناس كما قولوا دارتها الجزم باللي هذيك هي المباراة بعيد شرع على كل حال تقدر وسمهم النيجر تديرنا مشكل تقدر النيجر تدير مشكل بوركي نافاس وما زال بدينا زوج مبارايات هذا ما كان تصفيات فيها ست مباراة تبدين نزوج مباراة تبدأوا الحسابات باللي النهائي كي تبدأ تكمل هادو ما اللي راهم جايين وبعد يبقاوا لك دو ما ش يبدأوا الحسابات اما بش من الان تبدأت تضرب لي الحسابات وتقول لي وكذا وكذا ما عنديش انا هاد الامر اخوتي اغلبية اللاعبين ما راهمش اساسيين وهذا مشكل كبير هذا مشكل لازم يلقالوا الحل بالماضي ويزير على بعض اللاعبين باش يزير عليهم في المركات ويروحوا درع عليهم لان بعض اللاعبين يا خوتي ما لقري يحضر بالماضي بس حما زرهم في راسهم باللي نورمال اركضامن بلاسيك ليزم بالماضي بين باللي ما راكش دامن مراني شرع له احتى واحد اغلبية اللاعبين تكون انا ما رامش اساسيين اسلام سليماني مراش اساسي بونجح مازال ما بدأتش وحبط في المستوى التاءو بدأ بين احنا يعاودي يقول لي في المستوى اللي الناس حقوه بالليل ما زال ما بدأوش الدقبال كرام بدأو بدورية تتاحوا ما دوم العلم عند الله لمن تبعش قع قاطر ولكن تشوفوا عيسى من دي كان اساسي ولا ما يلعبش اساسي بالرحمة راو مو وزا جابلوا هاداك ولا دو ما يلعبوش الماتش اللي فاتخرجوا والماتش تعليوما اللي راهوا يلعبره ملابحين انزيرو خليتهم ملابحين انزيرو ولا ما يلعبش نشوف عدمو الناس ما يلعبش اساسي بالناصر بدأي ان شاء الله يعاودي بالناصر قطعة يعني حتى ميلان ما استغناش عنها ولكن لازم يرجع للمستوات تاعه لانحنا شفناه باللي كي ما راوش يلعب اساسي كي يجال المنتخب ما راوش بالناصر لي يغلق لك واسط الميدان ليش طاب زاوغا كي ما يقولوا بالألمانية راسبيراتور ليمسح ليبالقاء ليتاع واسط الميدان هذا هو الاهم اللاعبين بالعمري مدة ملعبش عاود ولا يعني هاد الامور يأثروا عن المنتخب بكاكل يا خوتي ولاعبين احنا نسحقهم المنتخب باللي لاعبين يلعبوا باستمرار في العندية تاحهم لميعا الاستمرارية تلعب في دور كبير دور كبير استمرارية لعبين في العندية تاحهم وفو تالغ في العندية تاحهم يخلي المنتخب يجو الموراة الطانع موالفين بالليبيت موالفين يعني سخونين متاهي يشوف اللاعب راه يعاني اللاعب راه يعاني في النادي تعوي يجيك للمنتخب يجيك للموراة الحابط لانه مرشي لعك رغم زروي يجري باش يتبت نفسه على بلاسه وكذا هذا هو الامر اللي المنتخب بتاعنا لازم بالناضي هو اللي يلقى الحل لان ما تقول ليش خلوتي ارانا رايحين اللاكو بدا شوفه اولا تصفيات ان شاء الله على كل يعان نتأهله هاقده كي تتأهله لك رايح اللاكو بديمون دا ولا كو بديمون دا ما راح تلعب مع مع اه منتخبات عالمية تلعب مع ايطاليا تلعب مع العالمات تلعب مع اسبانيا تلعب مع البرتوقال تلعب وتلعب 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 انت تروح تلعب بلاعبين مرمش اساسيين في الانديات تعهم ناقصين مستوى ماشي كيف كيف يا خلطي فلازم بالماضي يركز على النقطة اللي يلعب اساسي في في النادي التاعه يلعب باستمرارية في النادي التاعه هو اللي تكون عنده مكانه في المنتخب الوطني جزائر هاد القاعدة لازم يحطها جامل بالماضي مش يلعب برك لازم تانيك يكون متقلق مش يروح ولعب وانت ما عندك شو مستوى ولا المستوى تاعك ما كش تقدمه نو لازم يحفزهم جامل بالماضي بلي لازم يكونوا اساسيين باش الاندي اللاعبين ليرم يشوفوا روحهم بلي في الاندي يتاحهم مرمش اساسيين يروح حتى النادي يكون اصغر من نادي اللي رهو فيه برك يكون اساسي AI نحنا نسحقهم يكون اساسي وباركاته السلام ورحمة الله وبركاته السلام